زوجي يسهر مع الأفلام الإباحية وإذا أنكرت عليه يقول هذا ليس من الزنا فما حكم مشاهدة الأفلام الإباحية هذا يعني يريد زوجة واحدة في البيت ويريد عشرات الزوجات في الفيسبوك يعني يتخذ زوجة في البيت ويتخذ زوجات في الفيسبوك ولما تنكر عليه زوجته لما أنكرت عليه السائلة قال لها هذا لا شيء في هذا ليس من الزنا لو لم يكن من الزنا كيف يقول عليه الصلاة والسلام والعينان تزنيان وزناهم النظر الزنا ليس هو الزنا الكبير التي يعرفها كل الناس السرقة ليست هي السرقة التي يعرفها كل الناس يقول عليه الصلاة والسلام ينكر عليه الصلاة والسلام من يسرق من صلاته قالوا كيف يسرق أحدنا من صلاته قال ينقرها نقرديك كذلك الزنا المصافحة من الزنا المحرمة النظر من الزنا هذا الرجل يقول لزوجته لا تنكر علي أن أشاهد المحرمات في الفيسبوك لأن النظر ليس من الزنا لا يا سيدي عليك أن تقرأ كتاب النظر في أحكام النظر هناك كتاب جميل جدا اسمه النظر في أحكام النظر لا يجوز له عليه أن يتوب ويستغفر ويعتذر من هذه الزوجة المسكينة نعم يا سيدي هي تسأل عن حكم الستار والنقاب والقفاز خلاصة القول في الستار والقفاز والنقاب خلاصة ما قاله العلماء في هذه المسألة أن النقاب والقفاز والستار ليس مفروض وليس مرفوض ليس مفروض وليس مرفوض إذا أرادت المرأة أن تتنقب لها ذلك إذا أرادت القفاز لها ذلك إذا أرادت الستار لها ذلك ليس مفروضا وليس مرفوضا القضية بينها وبين نفسها بينها وبين زوجها إن كان لها الزوج والحمد لله إذا كانت متزوجة بينها وبين زوجها لا أحد يتدخل في هذه المسألة أرادها زوجها أن تتنقب أراد الستار أراد القفاز يجوز لها ولا شيء عليها النقاب والقفاز ليس مفروضا كالصلاة والزكاة والحج والصوم وليس مرفوضا جميل سائل من اليمن هذا الذي يفتبه نعم يقول سائل يسأل عن الانحراف اليسير عن القبلة يعني انحراف بسيط عن القبلة والانحراف اليسير لا يظهر وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة شطرة أي جهته لأن القبلة هناك حوالي ثمانية أنواع من القبلة وقبلة المعاينة لمن كان أمام الكعبة وينظر إلى الكعبة هذا أي انحراف عن الكعبة صلاته باطلة لأنه لا بد أن يقف إلى جسم الكعبة إلى جسم الكعبة أما أصحاب الآفاق يعني البعيد عن الكعبة الناس في العالم لأن الكعبة تبتدع ضيقة ثم تتسع في العالم الكعبة هاك نعم إذا الانحراف اليسير وقبلة بعض المساجد أوسع من الكعبة الانحراف اليسير لا يضر لا يضر والصلاة صحيحة سيلم نقول رزقني الله تعالى بنتا ماتت مباشرة بعد ولادتها وقد استهلت حية ودفدناها بلا صلاة جنازة كما أخبرنا أحدهم ووريدا نعرف الصحيح في هذه المسألة لا حول ولا قوة إلا بالله هذا الذي أخبرهم كان عليه أن يتعلم وكان عليه أن يسأل لأن الجنين لا يصلى عليه إذا ولد ميتا إذا مات في بطن الأم أو ولد ميتا لا يصلى عليه ولكن هذا يقول أنه استهل حيا يعني خرج حيا بأي أنواع من الحياة يعني سواء عطس أو سواء بكى أو سواء دمعه أي إشارة من علامات الحياة يكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويكون شفيعا لأهله يوم القيامة الواجب على هذا الأخ من اليمن أن يذهب إلى قبره ويصلي عليه الآن كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر مسكينة ذهب إلى قبر مسكينة وصلى عليها مع أن صحابة صلوا عليها إذن عليه أن يذهب الآن لأن صلاة الجنازة لا تسقط يذهب إلى قبر ولده ويصلي عليه إن شاء الله تقول